حفظ الأرع الأخضر المفروم والمحفور للمحاشة بطريقة جدا مبسطة تابعوني ونشوف مع بعض طريقة الحفظ السلام عليكم يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم جميع منما كنت عملت تابع قناتي على اليوتيوب وصفحت على الفيسبوك زهور السخنة بتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات إذا كنتوا جدد على القناة اليوم رح نعمل طريقة لحفظ الأرع الأخضر أنا عندي كمية الشرطن ورح أعمل جزء منهم مفروم وجزء رح نحفره لحتى نعملوا محاشة بالشتوية أهلا يلي حجمه كبير رح خليه للفرم والأصغر رح خليه للمحاشة هو غالبا بالسوق بتواجد من هذا الحجم أكبر بس إذا نواجد معكم صغار يفضل إنكم تعملون للمحاشة بيطلع شكرا أحلى للتقديم أنا خليت تنتين لحتى شوفكن بس طريقة التأشير المتدئين يبقشرون بأشارة الخضار أو الفواكه أو بالسكين تبرشون برش وتتخلصون من الطبقة الخارجي للأرع رح أقص أنا الطرف العلوي وبعدين رح أبدأ بحفر الأرع هلأ نحنا الأرع ما بنحط له ملح على تم وقته بنحفره متل ما بنعمل بالكوسة هذا بيتحمل متل البيتنجان فرغ هلأ اللب الإسفنجي ونتخلص منه ما بنستفيد من اللب إبشي مو مثل الكوسة ممكن نعمل في عدة شغلات مثل العجي أو مفركي أو في ناس بيعملوه مع برغل كمان بيطلع طيب بينما الأرع لأنه اللب كتير السفنجي وما لونكها فمعظم الناس تتخلص منه وهيك انتهيت من حفر الأرع هلأ رح خليون نبصيني على جناب الرأس أو الطربوش كمان ما بنتخلص منه هلأ رح أفرموا مع المفروم في ناس بيحفروا الأرع يلي بيجي بهذا الحجم وهذا الشكل من الأسفل بيخلوا الطرف العلوي متل منظر للتقديم فحبيت أعطيكم بس فكرة أنا ما عملت غير هاي والباقي عملتهم بالطريقة الأولى هلأ بعد ما عملت جزء من الكمية محفورين هلأ هدول ما بنغسلهم نهائيا بنغسلهم فقط وقت الاستخدام هلأ أنا بدي حطهم تحت أشعة الشمس بدون ملح بدون أي شي ولا رح فور عليهم حطيت قطع طقماش قطني وراح أرتب حبات الأرع المحفورة لحتى تنتص من الرطوبي في ناس بيضموا الأرع بالخيط متل ما عملنا بالبيتنجان بفيديو سابق كله بيصير بيعلقوه لحتى ينشف هلأ هون فيكن تمدوا على قطعة القماش وتقلبوه مرتين باليوم صبح ومساء لحتى يجف من كل الجوانب فيه ناس بيحطوا ملح داخل القرع أو الكوسة من الداخل والخارج وبعدين منحط القرع أو الكوسة بمصفاي أو بعقلة حتى تنزل المي كله يدبل أدت ساعات وبعدها منحطوا على قطعة القماش منعرضوا للشمس مع التقليب اليومي شوفوا هون بفيديو الكوسة بفيديو سابق حطيت الملح بهذا الشكل هذا منغلفها كتير منيح متل ما شايفين هاي على الشمس بصير لونها عبياد بدون ملح فيها بتم لون خضار انا عملت فيديو الكوسة اللي ما شايف الفيديو رح اترك له رابط بصندوق الوصف كبسناها بدون فريزر وايضا بدون تعرضة للشمس بهذا الشكل هلا انا اخدت بنصيحة ستة جدتي والدة بابا الله تقول بعمرع بدون ملح للتيبيس افضل لان اذا ما نحفظ القرع أو الكوسة المدبل بالملح بمكان جاف وبعيد عن نرطوبي احتمال يخرب معكن ويدود او نقل له بالعميق يقطع فهي الطريقة اسلم وافضل بدون ملح وهلا بحكي بنهاية الفيديو كيف طريقة الحفظ لوقت الاستخدام هلا رح شوفكم طريقة الفرم هذا نحنا بنعمله ملفح او مقلة مع بصل مع بندورة مع خضرة كتير بيطلع طيب بتخلص من الجزء الابيض الاسفنجة وباخد فقط الاخضر فيكن تفرمو كيف ما بتحبوه هلا انا رح افرمون هيك بيطلع شكلهم حلو عالطبخ فيه ناس بيرجعوا بيعملو شق تاني بالوسط وبيقطعون لأربع اجزاء بهذا الشكل بس كمان متل ما انا عملت هيك بحس شكلهم احلى بتابع فرم الكمية اللي بقيت عندي هلا نحنا كمان رح نشوفهم بنفس طريقة الارع المحفور ما منحط ملح نهائيا بنشرون على قطعة قماش قطنية وتقليب يومي صبح ومساء اذا بتحبوه بالليل حتى ما تدخلوهن عالبيت بيكون في رطوبة من الجو غطوهن بقطعة قماش وباليوم التاني بترفعوه بيتم تقليبون صبح وعصر لحتى ينشفوا بياخدوا معكن من خمسة لست ايام او حسب حرارة الشمس اذا ها هي الطريقة المعروفة لتنشيف القرع او حتى الكوسة بتعملوها بنفس الفكرة وكذلك البيتنجام فيكن بملح بس متل ما حكيت بطريقة حفظ مظبوطة ما في رطوبة وبمكان جاف وحصرا بدهم ينحفظوا بكيس قماش او خام يعني ما بكيس بلاستيك ونسكر عليه هون لانه بيعرق واحتمال تخرب الخضرة متل ما حفظنا الملوخية بفيديو سابق السن الماضي هلا بعد مرور ثلاث ايام شايفين كيف صاروا لسه بي حاجة كمان اليومين ثلاثة اضافيات انا حطيتهم بوعاء مرتفع الحواف حتى ما يطيرهم الهواء وعم قلبون كل يوم هلا بعد مرور ست ايام سمعوا الصوت الارمشي والخشخشي صاروا تمام اذا رح احفظهم بكيس قماش وخليهم بمكان اذا بعيد عن الرطوبة وقتها بدنا نستخدمهم بنقعهم بمي عادية لمدة ساعة بكب هاي المي بغسلهم وبغلي مي جديدة بدون شيء بس افور عليهم تفوير ما بدي اطبخهم حتى يتحملوا طبخ مع الحشبة بالنسبة للمفروم بتعملوا نفس الشيء بتنقعوه بمي بتكبوا هاي المي وبنرجع منفور عليه تقليبتين ثلاثة ومنصفيه ومنعصره ومنقليله بصل ومنحط له بندورة وبيطلع كتير طيب هاي الكوسة اللي محتطلة ملح اللي منشفه على الشمس اللي ارجعتكن اياها كيف منغلفها من جوا ومنداخل منصفيها وبعدين منشرة مع التقليب القرع نفس الشيء بس بصير لونه عبياض اكتر اذا نحط له ملح بس له شروط بطريقة الحفظ يعني ما فينا نحفظه كيف ما كان نربطه بكيس قماش ونحطه بخزانة المطبخ ونسكر عليه لا رح يجير طوبي مع الوقت ويخرب معكن لهيك يفضل يكون مكان مرتفع بعيد عن الروائح يدخلوا هوا فيه مكان مخصص بالبيوت السوريه اسمه السقيفي او العليه وفي الناس بقلوله تختيه هون اغلب الناس بتحط الموني وبتخزنه خصوصا البقوليات الشالات اللي عم احكي عنا المجففين الملوخيين نعنا كوسة البيتنجان القرع المحفور المفروم هذا المكان يعني جدا مناسب وبتدوم معظم الاشياء اللي نحن نحفظها لفترة طويلة ها هي الطريقة المثالية المعروفة لحفظ القرع او الكوسة او البيتنجان اهمش نحن نلتزم بطريقة التخزين نلتزم ايضا بطريقة الاستخدام يعني وقتا بدنا نفور عليهم المي ما مبالغ كتير حتى يتحمل طبخ معنا وما تطلع منه الحشوة في كمان طريقة بتساوي الماما بتضغطه بطرميزات او مطربانات او مرتبانات مع البندورة وبتحط ملح وقتا بده تطبخو بتقليل وبصلي وبتضيف عليه مع فليفلي بيطلع ولا اروع من هيك فيكن تحطو رشة نعنع اثناء التقديم اذا بتحبو بنزلكو كمان الطريقة هلا اصار لازم ودعكم بتمنى تكونوا استفدتو من الفيديو ونالت اعجابكن الطريقة اذا شفتوني بستاهل اللايك ادعموني بالضغط على زر اللايك وايضا مشاركة للفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات واهلا وسهلا فيكم بقناتي وللمزيد تابعوا الفيديوهات اللي عم تشوفوه هلا بنهاية الشاشة السلام عليكم